اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب هي ثقافة لطالما اعتادت عليها شريحة كبيرة من مواطني الدولة والذين يندر من بينهم من يمتلك ثقافة الادخار حيث يبدو ان هذه الثقافة اصبحت غائبة عن شريحة كبيرة من الجيل الجديد من الشباب المظاهر نجرى المظاهر لكن يبقى المعدن هو الاساس لكن الواحدة يدخل لانه ايضا ما انه يمسك على نفسه ولا انه يبدأ قد يتدرع البعض بغلاء المعيشة والبعض الاخر بطبيعة الحياة الاستهلاكية وانتشار مغريات الشراء من مراكز التجارية وجديد المنتجات باسواق الدولة وقد يحتج غيرهم باغراءات البنوك غير انها عذار لا تغني من الحق شيئا في مثال احنا يعني معروف بنا مدريولك على قد الحافق ومو بشرط ان انا اسير ادين ولا اتسلف من عند فلان وفلان ولا اروح البنك يعني حين ما شاء الله البنك يعني مسهل علينا اذا كان الحال كذلك فكيف اذا يتمكن الكثير من اصحاب الجنسيات الغربية من توفير مدخرات مالية رغم غلاء المعيشة ووجود مصارف متعطشة لا تكل ولا تمل من محاولتها لاغراء الافراد بالاغتراض لحسن الحظ انني اعمل وسيطا في شركة تأمين ومهمتي مساعدة الاخرين على التخطيط والدخار الاموال للمستقبل اذا فالدخار والتوفير المالي ثقافة تغرس منذ الصغر والمشكلة الاساسية لدى الكثير هي انتشار ثقافة انظر لغيرك اذا مهما اختلفت ظروف الحياة ومتطلباتها الى انه لا يختلف اثنين في ان للعين بصيرة في الحياة وللعقل حكمة في حفظ القرش الابيض لليوم الاسود خالد المولا سكاينيوز عربية دبي اشتركوا في القناة